موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة لنطالع فيها اهم وابرز ما تقوله الصحف العربية ومواقع الاخبار عماني مر على اليوم الذي عبرت فيه ميليشيا الخثي الى محافظة اب عماني على الاعتقالات لم تتوقف وسجون لم تفرغ وبهذه المناسبة الممتلئة بذكريات مؤلمة اورد موقع الموقع بوس تقريرا خاصا تحت عنوان اب حصاد مر في الذكرى الثانية لسقوطها بيد تحالف الانقلاب وقال الموقع ارتبط يوم الثامن عشر من اكتوبر بذكرى اليمة في حياة محافظة اب سيسجلها التاريخ باسف ويحتفظ بها ابناء المحافظة ليروها للاجهال فقبل عامين سقطت محافظة اب اليمنية رسميا بيد ميليشيا الحسي وصالح الانقلابية بعد اسبوعين من سقوط العاصمة صنعاء بيدهم في الواحد والعشرين من سبتمبر من ذات العام بعد اتمام الترتيبات لاسقاط المحافظة كليا بيد الميليشيا لم يكن امام المتأمرين من عائق غير قيادة شرطة المحافظة برئاسة العميد فؤاد العطاب المحصوب على ثورة فبراير 2011 ولذلك كان هو الهدف الاول للانقلابيين بالمحافظة قبل سقوط المحافظة بيد الميليشيات كانت قد حدثت العديد من الاحداث الدامية غير معارك مقاومة احرار مديرية الرضمة واستمرت عدد من الاحداث وكلها مأساوية عالقة بذاكرة ابناء المحافظة لانها سطرت بدماء الضحايا وليس بحبر الاقلام ورقع الاوراق يمن مونتر في صفحته الرئيسية اورد موضوعا عن احد اوجه المعاناة التي تتقدم كل يوم لتصل الى كل منزل وعنوان الموقع يمنيون يبيعون مجوهراتهم من اجل توفير مستلزمات اولادهم المدرسية ويقول الموقع تشهد محلات بيع المجوهرات في العاصمة صنعاء تدفقا كبيرا من قبل المواطنين الذين لاجأوا الى بيع مجوهراتهم من اجل توفير المستلزمات المدرسية لاولادهم مع ترد الوضع الاقتصادي ونعدام رواتب الموظفين وافاد مراسل يمن مونتر ان المئات من اليمنيين قاموا ببيع المجوهرات من الذهب ومدخرات اخرى من اجل التمكن من توفير مستلزمات الدراسة مع انطلاق العام الدراسي وقال احد الموظفين الحكوميين للموقع انه اضطر الى بيع اصورة من الذهب لكي يستطيع تأمين مستلزمات اولاده المدرسية من ملابس وحقائب ودفاتر وحتى لا يظهر عاجزا عن تعليم اولاده امام جيرانه ومعارفه اخرجوا وسيرحل الحوثي تحت هذا العنوان كتب خليل العمري مقاله المنشور في موقع الموقع بوست وقال فيه اخرجوا الى شوارع المدن بمئات الالاف نساء واطفال ورجال وشيوخ املأوا شوارع صنعاء واب وذمار والمحويت وعمران والحديدة بالبشر اخرجوا سلميا وانتزعوا حياتكم وامنكم ومرتباتكم ودولتكم شباب الاشتراكي والناصري والمؤتمر والاصلاح والمستقلون الجوع والفقراء ومن طردهم المؤجر نهاية الشهر المتضررون من الحرب حرب الجوي او حرب البر متوقفت مؤسساتهم واغلقت دكاكينهم واهينوا بجولات والطرقات لا تستسلموا للجائحة التي اكلت الاخضر واليابس منذ عامين ترشوا الشوارع وقولوا كلمتكم التي ستسمع الدنيا نعلم انكم تورطتم بالحثي استقبلتموه مثل فاتح عظيم عقدتم عليه امالكم هربتم من جرعة الالف ريال الى جماعة جعلتكم تتمنون قوت اطفالكم وتتمنون المئة ريال لقد دفعنا جميعا الثمن دفعت البلاد كلها ثمن الانحياز في لحظة ظننا انها سوف تخلصنا من الدموع لكنها ادخلتنا في بحر من الدم هو اجبن من ان يطلق رصاصاته عليكم بامكانكم ان توقفوا الحرب بالسلمية وتقولون يكفي الى هنا على هذا ان يتوقف على الشاصات المجنونة التي ادخلت شعبنا في حروب ومجاعة ان تعود الى معقلها على الطائرات ان تتوقف وتعود الحياة والدولة وتنسحب الميليشيا من المدن اخرجوا وسيخرجوا الصماد من القصر ويعود محمد الحثي الى كهفه ليمارس الحرب من الجبل لا من بينكم في المدن اجبروا على ان يستكمل متاهته الاخيرة في قبوه لا في قلب المدن قال سكان في احدى مديرية الجوف لموقع المصدر اونلاين ان مسلحين حثيين اعدموا مدنيا واصابوا شقيقه في منطقة حصون غربي الجوف وقال الموقع نقلا عن السكان بان الحثيين داهموا منزل فتح خشيشة في المنطقة من اجل القاء القبض عليه وضبط سيارته بعد ان اتهموه بالتسبب في حادث مروري في الطريق العام واضافوا بان الحثيين نسبوا الى خشيشة تعمد اصطدامه بسيارة احد الحثيين وقالوا انه رفض تسليم نفسه لهم وعقب ذلك نشبت مشادة بينه وبين المسلحين الحثيين ليطلق عليه النار بشكل مباشر مما ادى الى مقتله على الفور واصابة شقيقه امام مرأة افراد اسرته ما الذي يشاهده الزائر لمديرية لو در في محافظة ابيان هذه الايام وفق موقع دان تايم فلن يشاهد غير الدمار والخراب والمعاناة وهي ترسم في وجوه الصغار قبل الكبار فما زالت اثار الحرب الظالمة التي شنتها ميديشيات الحثي والمخلوع واضحة على المدينة يتابع الموقع في وصف المدينة وخدماتها انفلات امني وانعدام المياه وضعف في الجانب الصحي والكهرباء اما على الصعيد الاداري فحدث ولا حرج بعد عودة الاهالي الى منازلهم وجد العديد منهم بيوتهم قد اصبحت اكواما من الحجارة جراء تعرضها للتفجير والتفخيخ من قبل ميليشيات الحثي في هذه اللحظة ولزالت العشرات من الاسر التي دمرت منازلهم تعيش في بيوت للاجار او عند الاقارب دون ان تقدم لهم الحكومة ابسط الخدمات كتب محمد جميح مقالا تحت عنوان نصيحة ونشره في موقع الموقع بوست وقال الكاتب عندما تكفون عن النظر الى الهدنة باعتبارها استراحة محارب ستنجح عندما تعترفون بان السيطرة بالسلاح لن تدوم وتعترفون بان الحكم للشعب وليس لكم بوصية من جدكم عندها سيحل السلام تعالوا حكموا على رغم ان في كل خصومكم السياسيين ولكن عبر صندوق الانتخابات لا عبر غدير خم والوصية الالهية التي تعرفون قبل غيركم انها صارت من التاريخ وان اصلا تشبه طروحات اسرائيل التي تقول ان فلسطين لليهود بحكم عهد الهي اعملوا جردة حساب بسيطة لانجازاتكم لا اقول من 2004 ولكن منذ 21 سبتمبر 2014 كونوا منصفين وقولوا ماذا قدمتم للبلاد دعونا من احاديث الصمود والكلام عن فتح مكة وبيت المقدس وعسير فقد مل الناس الحرب ولم يعودوا ينظرون اليها كانجاز الشعوب تقيم الاداء بعدد المدارس والمشافي والجامعات التي بنتها السلطة الحاكمة الشعوب تنظر الى حجم المداخل القومية والدخل الفردي والاستثمار في البنى التحتية والانجازات الزراعية والصناعية والتكنولوجية هل يجروا احدكم ان يقدم كشفا بانجازاتكم في هذه المجالات؟ لا نريد كشفا بعدد الزوامل والملازم واصدارات الاعلام الحربي الحرب مهرب الذين ليس لديهم قدرة على السلام على البناء على التعايش مع الاخرين الحرب مهمة الفاشلين مثل ما يلجأ التلميذ البليد في المدرسة الى الفوضى لانه فاشل في تحقيق ذاته في السلم التعليمي غدا سيحل السلام وستعود الامور الى مجرها الطبيعي والسلطة التي لم توفرها لكم الحرب لن يتيحها لكم السلام وكارث ثقيل للحرب يدفع المواطنون اليمنيون ثمنها من صحتهم ايضا من خلال تطور بعض الامراض التي يمكن لها القضاء على حياتهم بسهولة عنوان موقع الاشتراكينت الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الكوليرا في اليمن الى ثمانية عشرة حالة حيث اعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض الكوليرا في اليمن الى ثمانية عشر حالة والتسجيل ثلاثمائة واربعين حالة يشتبه في اصابتها بالوباء نفسه واضحت المنظمة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر انه تم التأكد مخبريا في اصابة ثمانية عشر حالة بمرض الكوليرا في محافظات صنعاء وعدن ولحج والبيضاء وتسجيل ثلاثمائة واربعين حالة يشتبه اصابتها بمرض الكوليرا في محافظات الحديدة وتعز والبيضاء وصنعاء ولحج وقبل ايام قالت المنظمة انها سجلت خمسة عشر حالة اصابة بمرض الكوليرا في اليمن واكثر من مائة وثمانين حالة مشتبهة دون الاعلان عن اي حالة وفاة بهذا المرض نذهب الى فاصل قصير ثم نعود لنطالع اهم تنقلته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا انا بكم مشاهدين تأخر صرف الرواتب مقابل الظروف الاقتصادية وحتى الامنية المتدهورة كل هذا كتبت عنه صحيفة العرب الجديد والتي قالت تسبب تأخر صرف الرواتب بركود اقتصادي ضرب مختلف اسواق اليمن المتأزمة فضلا عن تفاقم معاناة اليمنيين المعيشية وسط تحذيرات محلية واممية من انتشار المجاعة على نطاق واسع في البلد الذي يصنف على انه الافقر على مستوى المنطقة العربية تضيف الصحيفة لم يتسلم موظف القطاع المدني الحكومي رواتبهم لشهر سبتمبر الماضي فيما لم يتسلم افراد القطاع العسكري رواتبهم للشهر الثاني على التوالي وبحسب تجار العرب الجديد تراجعت المبيعات بشكل كبير في الاوينة الاخيرة بجميع الاسواق اليمنية بلا استثناء سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية او تلك الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين وارجع السبب الى تأخر الرواتب الذي فاقم الازمات المالية لليمنيين ويبلغ عدد موظفي الجهاز الاداري في اليمن بنحو مليون ومئتي الف موظف بالقطاعين المدني والعسكري وتبلغ فاتورة الرواتب خمسة وسبعين مليار ريال شهريا من بينها خمسة وعشرون مليار ريال او مليون ريال لمنتسبي الجيش والامن وثقا للبنك المركزي والى صحيفة الاتحاد والتي عنونت الحوثيون يختطفون مدنيين في تعز تقول التفاصيل ان ميليشيا الحوثي والمخلوع اختطفت عشرات المدنيين كانوا في طريقهم من محافظة تعز في اتجاه او باتجاه مدن ومحافظة جنوبية واكد مصدر محلي في تعز الاتحاد ان الميليشيات اختطفت ثلاث حافلات وعددا اخر من سيارة اجرة صغيرة يستخدمها المدنيون من اجل التنقل بين المحافظات اليمنية وتم اقتياد ركابها الى مباني مشروع الصالح السكني في منطقة الحوبان بعد سلبهم كل ممتلكاتهم الشخصية وكشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن عن قيام الميليشيات الانقلابية باعتقال واحتجاز اكثر من تسعة الاف وتسعمائة وتسعة واربعين شخصا خلال الفترة من واحد وعشرين سبتمبر الفين واربعة عشر وحتى ثلاثين ابريل الفين وستة عشر الماضي صحيفة الخليج الاماراتية قالت في احدى عنوينها مصرع عناصر من تنظيم القاعدة بشبوة تقول الصحيفة ان عددا من عناصر تنظيم القاعدة لقوا مصرعهم في غارة جوية يعتقد انها لطائرة امريكية من دون الطيار استهدفت موكبا يضم اربع سيارات تابعة للتنظيم في محافظة شبوة وافاد سكان بان طائرة يعتقد انها امريكية من دون طيار شنت غارة جوية استهدفت موكبا يضم اربع سيارات لتنظيم القاعدة في وادي عماقين بمديرية الروضة جنوب المحافظة العالم يراجع فمتى سيراجع العرب تحت هذا العنوان كتب علي محمد فخر مقاله المنشور في القدس العربي وقال الكاتب اذا كان العالم كله يحاول الخروج من المآزق التي ادخل نفسه فيها بدءا حتى بمراجعاته الشهيرة لموضوع الحدثة نفسها التي ظن انها التاج الذي يجب ان يضعه العالم على رأسه فكيف بالوطن العربي كله من اقصى غربه الى اقصى مشرقه الذي يعيش محنة ومأساة وسقوط وجوده في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخه ايريد هذا الوطن ان يبقى على عماه التاريخي بشأن الكثير من المسلمات التي ظن انها من الثوابت التي يجب ان لا تمس ولا تنتقد ولا تتجاوز مثلا هناك حاجة ملحة لمراجعة موضوعية شجاعة لنظامنا الاقليمية العربية الحالي المتمثل اساسا في الجامعات العربية التي تقف اليوم عاجزة مشلولة مثيرة للشفقة امام كل ملفات مشاكل الوطن العربي التي اصبحت في يد امريكا وروسيا ومسرحيات مجلس الامن المضحكة والانتقال الى نظام اقليمي عربي جديد قادر على ان يكون ندا للكيان الصهيوني الاستعماري والاتدخلات الايرانية في كل صغيرة وكبيرة عربية نظام يكون هو وحده المرجعية لحل مشاكل ليبيا وسوريا واليمن والسودان وغيرها ولموجهة الارهاب التكفيري والوقوف امام عشرات الاستباحات الخارجية لهذا القطر العربي او ذاك هناك الكثير الذي يحتاج الى نقد ومراجعة وتجاوز نحن بحاجة الى اجرائها اكثر من حاجة الاخرين الذين لا يعيشون الجحيمة الذي تعيشه امة العرب وهي جميعها تتحدى ارادة وفعلية ومؤسسات التعليم والثقافة والاعلام والسياسة والاقتصاد العربية سواء على المستوى الرسمي او على المستوى المجتمعي المدني قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبريد للشرق الاوسط ان المتقاعدين العسكريين في وزارتين الدفاع والداخلية يتقاضون شهريا ما مجموعه قرابة 7 مليارات ريال يمني وفق الصرف الرسمي الذي يسوي فيه الدولار الواحد 251 ريال وضاف المسؤول ان المتقاعدين في الوزارتين يدخلون شهرهم الثالث من دون ان يحصلوا على مرتباتهم التي عادة ما تصرف لهم عن طريق مكاتب هيئة البريد في مختلف المحافظات اليمنية وكشف المصدر المسؤول انه لا توجد مشكلة بالنسبة للمتقاعدين المدنيين الذين تصرف مرتباتهم وتصلوا بياناتهم الى مكاتب البريد عبر هيئة التأمينات التابعة لوزارة الخدمة المدنية وانما المشكلة تخص متقاعدين الجيش والامن الذين ما زالت مرتباتهم وبياناتهم تأتي من وزارتي الدفاع والداخلية وفي ذات السياق دعا مشطاء يمنيون الى تنظيم مظاهرات في صنعاء احتجاجا على رفض الميليشيات الانقلابية صرف مرتبات موظفي الدولة وامتناع البنك المركزي فرع امانة العاصمة عن البدء بصرف مرتبات المتقاعدين من العسكريين والمدنيين صحيفات القدس العربي تابعت نتائج احدى استطلاعات الرأي الغريبة وعنونت من هي الشعوب الاكثر قسوة وقالت الصحيفة انه وفقا لنتائج الابحاث التي اجراها علماء نفس في 63 بلدا من جميع انحاء العالم فان اكثر الناس قسوة يعيشون في دول البلطيق واوروبا شرقية والاكثر تعاطفا في امريكا اللاتينية ومنطقة الخليج العربي واكشف العلماء الخصائص التي بحسب رأيهم قد تؤثر على عقلية الشعوب وعلى تصورهم عن العالم الخارجي ويجري الحديث عن بعض الصفات مثل الميل للثقة بالاخرين والشعور بالمسئولية وكذلك درجة انفرادهم وانخراطهم اجتماعيا وتبين ان معظم الناس غير متعاطفين او ذوي القلوب القاسية يعيشون في بولندا وريتوانيا وبلغاريا بينما كان الناس الاكثر تعاطفا من الاكوادور والبيرو والدنمارك ودول الخليج العربي نوبل الاداب مفاجآت تحت هذا العنوان كتبت تغريد الطاصان مقالها المنشور في صحيفة الحياة اللندنية وقالت الكاتبة اثار قرار لجنة الاكاديمية السويدية منح المغني والشاعر الشعبي الامريكي بوب ديلا جائزة نوبل الاداب هذا العام موجة من الانتهاش بل ولا استنكار في غالبية وسائل الاعلام وتساءل كثيرون عن معنى الادب الرفيع الذي يستحق الجائزة الاولى على مستوى العالم ورأى الاعلام حينها ان الادب الخالد هو الذي لا يرتبط بمرحلة زمنية بعينها ولا يكون هم صاحبه ان يلعب دورا في مشكلات وازمات عصره لان الابداع الادبي المتفرد والذي يحمل عمقا فكريا وبلاغة لغوية ربما لا يعترف به المعاصرون لكنه يبقى الى الابد محتفظا بقيمته ومكانته حتى ولو كان المبدع غير مثاليا من الناحية الاخلاقية لان الادب ينفصل عن السيرة الذاتية لصاحبه وتبقى قيمته في ذاته لكنه في العام الماضي صرح عند حصوله على جائزة جرامي في الموسيقى انه يرى ان اغانيه تشبه المسرحيات التي كان شيكسبير يشاهدها في طفولته ورأى الاعلام ان ما يجمع بابديلا وشيكسبير هو ان كلاهما لم يكن له وطن يستقر فيه وكان كلاهما دائما التجوال والانتقال لان ديلا ينتقل من حفلة موسيقية الى اخرى في جميع ارجاء العالم جائزة نبل الاداب هذا العام تجعلنا نتساءل منهم الفئة التي تنتمي للادب وهل نستطيع حصرها في اطار معين ام انه فضاء ممتد اليوم فاز مغن فهل سيفز راقص المرة المقبلة ام سنجد سينمائيا ينظم للقائمة لجان جوائز لهم نظرتهم ولنقاد والقراء نظرة وفي الاخير الفضاء يسح الكل معاناة اليمنيين مع المياه مستمرة ولا افق لخلاص منها جولتنا المصورة تبين شقا من هذه المعاناة التي تخرج الاسر مكتملة لمواجهتها ولا تنجح الصور وردت في صحيفة القدس العربي وبعض المواقع نتابع الصور اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة الى ان نلقاكم في حلقة جديدة كنوا في حماية الله نتابعوا معا مجموعة برسوم الكاريكاتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة